موسيقى أحبة الطلبة أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة تعليمية جديدة من دروس لغتنا الجميلة للصف الثالث الأساسي مع مهارتي المحادثة والقراءة لدرس المهر الصغير أحبائي يتوقع منكم بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكونوا قادرين على التعبير عن لوحة المحادثة تعبيراً شفوياً سليما قراءة الدرس قراءة جهرية سليمة ومعبرة والآن أحبائي ما اسم وطننا؟ حسناً اسم وطننا فلسطين والآن أحبائي ننتقل معاً إلى صور لوحة المحادثة ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ نشاهد خيولاً ومزرعة إذن نشاهد مزرعة خيول ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟ نشاهد فرساً ومهرا إذن نشاهد فرساً ومهرا في مزرعة خيول simple ماذا نشاهد في الصورة الثالثة؟ نشاهد فرساً ومهرا وأشجارا حسناً نشاهد فرساً ومهرا يسيران في العراء ليلى ماذا نشاهد في الصورة الرابعة؟ نشاهد أشجاراً ومزرعة خيول حسناً نشاهد فرساً ومهراً يعودان إلى المزرعة والآن أحبائي ننتقل إلى قراءة الدرس المهر الصغير كان مهراً صغير يعيش مع أمه في مزرعة جميلة ذات أشجار خضراء متنوعة وذات يوم شعر المهر بالملل فقرر الرحيل عن المزرعة رفضت الأم الفكرة لكن المهر صمم على الرحيل لم تتركه أمه يرحل وحده وأخذا يسيران في الأرض وكلما مر بأرض منعهما أصحابها من الإقامة فيها أقبل الليل ولم يجدا مكاناً يأويهما فباتا في العراء جائعين قلقين وبعد انقضاء هذه الليلة الصعبة ندم المهر على فعلته وقرر العودة مع أمه إلى المزرعة فقالت الأم من يرحل عن وطنه يخسر يا بني والآن أحبائي ننتقل إلى قراءة الفقرة الأولى من الدرس ونناقشها كان مهر صغير يعيش مع أمه في مزرعة جميلة ذات أشجار خضراء متنوعة وذات يوم شعر المهر بالملل فقرر الرحيل عن المزرعة رفضت الأم الفكرة لكن المهر صمم على الرحيل لم تتركه أمه يرحل وحده وأخذا يسيران في الأرض وكلما مر بأرض منعهما أصحابها من الإقامة فيها أين كان يعيش المهر مع أمه؟ كان يعيش المهر مع أمه في مزرعة جميلة ماذا قرر المهر الصغير؟ قرر الرحيل عن المزرعة هل وافقت الأم على الفكرة؟ رفضت الأم الفكرة ما الفكرة العامة من الفقرة؟ قرار المهر وموقف أمه من قراره والآن أحبائي نستقبل معا صديقتنا راما لتساعدنا في استخراج بعض الكلمات من الفقرة مرحبا أصدقائي نستخرج من الفقرة ما يأتي كلمات تبدأ باللام القمرية المهر المزرعة الفكرة الفكرة كلمات تنتهي بتنوين الكسر جميلة أشجار متنوعة أشجار والآن أحبائي ننتقل إلى قراءة الفقرة الثانية من الدرس ونناقشها أقبل الليل ولم يجدا مكانا يأويهما فباتا في العراء جائعين قليقين وبعد انقضاء هذه الليلة الصعبة ندم المهر على فعلته وقرر العودة مع أمه إلى المزرعة فقالت الأم من يرحل عن وطنه يخسر يا بني ما هذه الكلمة؟ يأويهما ما معناها؟ يأوي يلجأ ما هذه الكلمة؟ العراء ما معناها؟ العراء العراء الأرض المكشوفة أين بات المهر الصغير مع أمه؟ باتا في العراء ماذا قالت الأم؟ قالت الأم من يرحل عن وطنه يخسر يا بني ما الفكرة الرئيسة من الفقرة؟ معاناة المهر وأمه أثناء الرحيل والآن أحبائي ستساعدنا راما في استخراج بعض الكلمات من الفقرة أهلا بكم من جديد نستخرج من الفقرة ما يأتي كلمة تبدأ باللعم الشمسية الصعبة كلمة تنزه بتنوين الفتح مكاناً أعزائي ما الفكرة العامة من الدرس؟ الفكرة العامة التمسك بالوطن والانتماء إليه والآن أحبائي نرحب براما ستقوم بحل التدريب الآتي مرحباً نصل الكلمة بزدها نقرأ جميلة متنوعة رفضت الصعبة يخسر السهلة قبيحة يفوز وافقت متشابهة هيا نصل جميلة قبيحة متنوعة متشابهة رفضت وافقت الصعبة السهلة يخسر يفوز لقد انتهيت مع السلامة أعزائي ماذا تناولنا في هذا الدرس؟ تناولنا في هذا الدرس قرار المهر في الرحيل عن المزرعة ورفض الأم ذلك ثم مرافقة الأم لابنها ومعاناتهما أثناء الرحيل وقرار العودة إلى المزرعة والآن أحبائي ننتقل إلى فقرة أقيم أدائي نضع إشارة صح تحت الشكل الذي يعبر عن أدائي أعبر عن لوحة المحادثة تعبيرا شفويا سليما أقرأ الدرس قراءة جهرية سليمة ومعبرة والآن أعزائي سأكلفكم بالمهمة الآتية أناقش مع أسرتي أسباب الرحيل عن الوطن إلى هنا ينتهي درسنا دمتم بخير وعافية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر